بداية لحرية للمعتقلين السياسيين لمجل الشهداء ألف التحرى الكفة الشعوب توقع لغالد الحرية للمعتق ذادي أن يبدأ بشعبنا المغربي الشعب السحراوي الشقيق الشعب الفلسطيني قضيتنا الوطنية أما فيما يخص السؤال الآخر الذي طرحه الرفاق للمتشخص فهل يمكن أن يتحقق السلام العادي في المنطقة والنظام القائم في المغرب لا زال مستمرا إني أرى أن الإجابة قطعا لا قطعا لا يمكن أن يكون هناك سلام بين القتل وبين عائلة المقتلين كما يقال لأن السلام الوحيد الذي أرىه والذين يحللون الأمور يعني بعين ناقدة بعين علمية هو لجلاء أداء المستعمير من تلك المنطقة لا يمكن أن يكون سلام وستبقى المنطقة خاضعة التوترات خاضعة كذلك التجذبات الأسكارية والسياسية كذلك ما دام الاستعمار لم ينجلي على المنطقة نفس الشيء تردده الرجعية على المستوى على المستوى الإقليم وعلى المستوى كذلك قضية الفلسطين التي أرىها توأمت القضية الصحراوية في المنطقة لا يمكن أن يكون هناك سلام بين الغاصبين من طاع الأرض وبين أبناء الأرض هناك كما أرى سرع سيبقى دائماً سرع إلى الإجابة الحتمية التي يؤمن بها كل الصحراويين الغيرين على منطقتهم وهو الاستقلال والدولة الصحراوية الحقيقية يعني أبناءهم بدون إجابات أخرى يطرحها نظام المغربي والأنظمة الأخرى والرجعية الأخرى ولا يمكن أن تطرح الإجابة خارجها يعني ما يطرحه الشمس الصحراوي لأنه هو الوحيد والأوحد الذي يمكنه أن يمسك بزمام إجابة على هذه المسألة وقد أجاب في مرات عدة أجابة في انتفاضة عدة وقد قال إجابة شافية كافية على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع أعداء السلام لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الغاصب